تنفيذا للتوجهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بشأن تكليف عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الخدمية بزيارة منطقة سترة والنبي صالح لمتابعة احتياجاتها من المرافق والخدمات اجتمع سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بممثلي وأهل المنطقة وخلال الاجتماع استمع الحضور إلى شرح من قبل الوزير حول الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة في منطقة سترة والنبي صالح والتي تضم 13 مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية ومن بينها خدمة المواصلات التي توفرها الوزارة للطلبة داخل المنطقة وخارجها والمشاريع المتعليمية المستقبلية في هذه المنطقة كما تم الرد على السفسارات الحضور التي تأتي في ضوء الشراكة بين الوزارة والمجتمع المحلية وقد وجه الوزير خلال الزيارة إلى فتح ناديين صفيين للطلبة والطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية في منطقة سترة أحدهما في مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين والآخر في مدرسة سترة الابتدائية للبنات كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برامج تتضمن استخدام العديد من المنشآت في المدارس في الفترة المسائية لتنظيم الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع الشبابية بعدها قدم الوزير والنائب والحضور بجولة في عدد من المنشآت للاطلاع على عمال الصيانة الوقائية والشاملة والمتنوعة التي تقوم بها الوزارة بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وزيادة الطاقة السعابية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد اليوم كان لقاءنا لقاء مثمرا بحثنا مجالات التعاون وتفعيلها خصوصا فيما يتعلق باستخدام المنشآت التعليمية بعد نهاية الدوام الرسمي لأن أيضا هذه المنشآت ممكن تسهم في تقديم مزيد من الخدمات وكان لسعادة النائب الموقر دوره الكبير في طرح هذا المشروع وسبق الناقشة أيضا مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم واليوم تغني إلى مرحلة التفعيل سوف يكون هناك اجتماعا رسميا يضم مكتب سعادة النائب والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم حتى نستطيع من خلال هذا التصور إيجاد آلية لتفعيل هذه الأنشطة في الفترة المسائية وفي إطار الاهتمام أيضا اتفقنا على فتح ناديين صيفيين في منطقة سترة الأول للطلاب والثاني للطالبات اللي أيضا تعطي إتاحة الفرصة لهم لمزاولة نشاط رياضي وثقافي وتعليمي نحن في تواصل مستمر مع سعادة النائب الكريم الذي هو حلقة وصل للفعالة ومثمرة في الحقيقة تعجز الكلمات عن توصيل شكرنا وثنائنا على توجيهات صاحب السمون الملكي الأمير خليفة من سلمان آل خليفة ويعجز شكرنا في الحقيقة لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على جهوده الكبيرة والجبارة في تطوير العملية التعليمية والتربوية اليوم نتشرف في سترة باستقبال سعادة الوزير وإطلاعنا على كل ما تقوم به الوزارة في تهيئة المدارس وإعدالها لاستقبال الطلاب من جديد وأمام عيني نحن في هذه الجولة رأينا جهد كبير وجبار وفي تسابق مع الزمن فقط الأرقام التي قيلت لنا أرقام كبيرة ومهولة يعني شلون يقدرون في خلال ستين يوم على صيانة هذه المدارس بأعداد الكبيرة فيها سواء من المبردات أو المكيفات أو الكهرباء والمرافق الأخرى في الحقيقة نطمح إلى مزيد من التعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ولم نجد من سعادة الوزير إلا كل ترحيب بداية طبعا شكر جزير لي سموه رئيس الوزراء على توجيهاته لوزير التربية والتعليم لزيارة منطقة سترة وسعدنا جدا بلقاء سعادة الوزير الذي لمسنا منه مع الطاقم اللي معاه كل تعاون وكل الجدية وكل الوعود الوعد اللي طرح سعادة الوزير وأوفى بوعده بقرارين تقريبا مباشرين بفتح مراكز وبفتح أيضا منشآت وزارة التربية لأهالي المنطقة